شكرا معالي السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على كلمته إن تحقق مثل هذا المشروع ذي البعد القومي على أرض الواقع يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية من مؤسسات الدولة ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص الأمر الذي لم يكن يتأتى دون رعاية كريمة وتوجهات ودعم مستمر من قبل مهندس خطط التطوير في الدولة المصرية أدعو السيد دكتور مصطفى مدولي دولة رئيس مجلس الوزراء ليتفضل بإلقاء كلمته فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيدات والسيدة الوزراء السيدات والسيدة الحضور الكريم اسمحوا لي في البداية في هذا الحدث الهام بمناسبة افتتاح ستة أفرع لشركة بسور وبدء العمل بمنصة التجارة الإلكترونية للشركة من أجل الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية أن أعبر عن سعادتي بتوجدي معكم في هذا الحفل المهم لقد أولت الدولة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ في إحداث التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وخلق فرص العمل واليوم نواجه مع سائر دول العالم مجموعة من التحديات الهيكلية يتمثل أولها في استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 بينما يرتبط الثاني بالاختناقات والاضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات العالمية ويتمثل التحدي الثالث في ارتفاع معدلات التضخم العالمية بوتيرة لم نعتدها منذ عقود من الزمان في ظل ماليات عامة منهكة من تمويل حزم التحفيز الاقتصادي لمواجهة كوفيد-19 بينما يتمثل التحدي الرابع والأكبر الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي ورغم تلك التحديات فإن جهود الدولة المصرية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية تحظى بتقدير المؤسسات والوكالات الدولية ويتوقع العديد منها أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية حيث توقعت بنك الدولي في تقريره الصادر في يونيو 20-22 أن يسجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي 21-22 معدل نمو 6 و1 من 10 مقابل 5 و5 من 10 في تقريري إبريل ويناير من نفس العام الحضور الكريم في إطار مواجهة التحديات الراهنة فإن الدولة المصرية تستهدف تبني سياسات قائمة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري ومضاعفة نسبة مساهمة في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة وذلك من إخدار من خلال إصدار القوانين المنظمة الكفيلة بتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الحياة التنافسي في الاقتصاد المصري وانطلاقا من ذلك كان اهتمام الدولة المصرية بتوفير البنية الأساسية اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام دوره في الاستثمار والتوسع في الانتاج والتصدير في إطار هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا ويتواكب ذلك مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن الفترة من 2016 وحتى 2025 عقد التنمية الصناعية الثالث في أفريقيا بالإضافة إلى ما أكدوا مصار أجندة الاتحاد الأفريقي عشرين تلاتة وستين التي تصب لأن تصبح قارتنا الصمراء مزدهرة بمصامعها ومنتجاتها وإنه لبلوغ ذلك المستقبل فإننا بحاجة إلى إحداث تحولات صناعية جزرية وضمان توطين تحسينات متتالية في هيكل الاقتصاد الأفريقي حتى نخلق بنية اقتصادية مبدعة ومتجددة والجدير بالذكر أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية قد ارتفع لأكثر من 40 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 26.8 عام 2020 بنسبة ارتفاع سجلت 49% وخلال الربع الأول من العام الجاري استمرت الصادرات المصرية غير البترولية في تحقيق المؤشرات الإيجابية المنموسة لتبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار خلال نفس الفترة في عام 2021 محققة معدل نموه بلغ حوالي 20% في ظل استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف قطاعات الإنتاجية وارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية وسجلت قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية للدول الأفريقية ارتفاعاً لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 9.9 مليار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع 38.5% واتصاقاً مع حرص الحكومة على تنويع هيكل الصادرات فقد شهد العام الماضي ارتفاع معدلات التصدير ب12 قطاع منها السلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجهزة والتباعة والتغليف والورق وقد حققت هذه القطاعات معدلات نموه تراوحة ما بين 5 إلى 62% كما استحوزت ثلاث مجموعات سلعية على نحو 44.7 من إجمال صادرات مصر في عام 2021 وهي الوقود والزيوت المعدنية واللداء ومصنوعاتها والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها الحضور الكريم هذا النمو ما هو إلا تأكيد على قدرات التصدير إلى الدولة المصرية كما يعد نتاجاً للتوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الشأن وللجهود الحكومية المبزولة في مختلف مؤسسات الدولة على مدار السنوات الماضية لا سيما نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان أحد الأسباب الرئيسية الداعمة لحدوث طفرة في حجم الصادرات المصرية محققة ارتفاع بلغ 90% منذ تطبيق البرنامج وحتى عام 2021 ومنذ الإعلان عن اهتمام الدولة بمختلف أوجه الدعم لتعزيز الصادرات المصرية فقد حرصنا على إطلاق عدد من المبادرات التي هدفت في المقام الأول إلى توفير المساندة للمصدرين ولعل أبرزها مبادرة السداد النقدي الفوري بمرحلتها الرابعة ومنح المصدرين فرصة جديدة للإندمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية وقد بلغ إجماد مساندة ممنوحة نحو 35 مليار جنيه منذ الإعلان عن المبادرة في عام 2019 هذا بالإضافة إلى إقرار الحكومة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات التي تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي والمجالس التصديرية بما يضمن الوصول إلى توافق كامل من مختلف الأطراف وتحقيق مستهدفاته كما عكفنا أيضا على تيسير كافة الإجراءات الداعمة لتسهيل حركة التجارة الخارجية على النحو الذي يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمروكي وخفض تكلفة عمليات الاستراد والتصدير وقد تضمن ذلك تشغيل منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية بعدد 13 مركز لوجيستي منها 11 مركز بالمواني التي ترد من خلالها أكثر من 97% من وردات مصر هذا ونستهدف أيضا في المرحلة القادمة زيادة أسطول النقل البحري من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما ومن ثم زيادة حجم الصادرات وهذا ونؤكد سعينا المطرد لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول كافة لا سيما الدول الأفريقية حيث تم إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بزيادة الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية إلى 10 مليار دولار عام 2025 الحضور الكريم إنه في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم فإن تقليل الفجوة في الميزان التجاري وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحت أولوية قصوى للدولة وهو ما يقتضي توحيد وحفظ الجهود المبزولة لتعزيز الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها بين الأسواق العالمية وقد كانت الانطلاقة من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير وذلك لسياغة خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية بالتشاور مع مختلف المؤسسات التي تمثل وجهات نظر المستثمرين من القطاع الخاص كما تم التوافق على وجود كيان اقتصادي قوي يكون بمثابة أداة الدولة المصرية لتوفير مقاومات نجاحها تلك الاستراتيجية وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العالمية ولا سيما أن مصر تتميز بتنوع كبير في منتجاتها سواء كانت صناعية أو زراعية الأمر الذي يستوجب الترويج لها على نطاق واسع في الأسواق ومراكز التجارة العالمية وهو ما تقوم به الحكومة من خلال شركة جسور التي كانت تسمى في السابق شركة النصر للاستيراد والتصدير حيث تمت إعادة هيكلتها جغرافيا وتشغيليا وبشريا إلى جانب الاستعانة بأدوات العصر الحديثي في الإدارة والوساطة والترويج والخدمات اللوجستية وغيرها مما يحتاجه المصدرون والمنتجون وأود أن أؤكد في هذا الصدد حرص الحكومة من خلال نموذج العمل الجديد لشركة جسور على تقديم الخدمات المساندة للمصنعين من القطاع الخاص ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى العديد من الخدمات اللوجستية للمصدرين بأفضل أداء وأسرع وقت وأقل تكلفة فضلا عن الخدمات المصرفية لتيسير الإجراءات للمصدرين إضافة إلى ذلك فمبادرة الكاتدروك الإلكتروني التي تم إطلاقها من خلال الشركة تأتي في ظل نمو التجارة الرقمية بشكل ملحوظ نتيجة لجائحة كورونا ومن هنا فالتجارة الإلكترونية تتيح للشركات والمصنعين فرصة الوصول إلى أسواق يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية وفي ضوء ذلك يسعدني أن أدعو المنتجين والمصنعين المصريين إلى الاستفادة مما تقدم هذه المبادرة الجديدة وتسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتهم ومدخلات إنتاجها على الكاتلوج الإلكتروني علما بأن التسجيل يتم بالمجان كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه المبادرة بصفة خاصة للترويج لمنتجاتها وختاما فإن ما نقوم به اليوم هو خطوة مهمة ضمن خطوات أخرى نعمل عليها في الوقت الحالي من أجل الارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية لتتواكب مع الإمكانيات الاقتصادية المتنامية لمصر وحتى تتبوأ المنتجات المصرية المكانة التي تستحقها من حيث الانتشار الجغرافي والقيمة الإجمالية للصادرات ولا يفوتني في نهاية كلمتي توجيه الشكر لكل الوزارات والجهات التي بدلت جهدا واسعا على مدار الفترة الماضية وأخص بالشكر وزارة قطاع الأعمال العام التي أيقنت بضرورة تطوير هذا الصرح الكبير الذي كان له دور ملموس في سنوات سابقة ليواكب متطلبات العصر ويسهم في تحقيق خطط الدولة المصرية مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للسيد الدكتور مصطفى مدولي دولة رئيس مجلس الوزراء على هذه الكلمة